انطلق الشوط ثالث من أمام المنصة الرئيسية من مسافة 2200 متر بمشاركة ثلاث من الجهادة لإنتاج المحلي لوكل بانطلاقة جود نيوز مع الفارس دينسون رودريغز هنا الدخول في المناطف الأول من السباق جود نيوز هو الذي يقود هذا الشوط يلحق به ثانيا ري تورت مع الفارس خوليو كارسيا بينما المركز الثالث منالك تتواجد كامبولينا مع الفارس روزي جيسب لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن مع جود نيوز بشعار الأمني ريسينج التي انحذر من سلالة أنكورمان وقياة الفارس الأوروغوياني جنسون رودريغز بينما تلحق به ثانيا كامبولينا مع الفارس روزي جيسب بشعار عبدالله فوزي ناس التي تنحدر من سلالة أسمر وأني كامب والدخول في المنعطف الثاني من السباق ولا تزال الصدارة مع جود نيوز كامبولينا في المركز الثاني بينما المركز الثالث من جانب السياج ري تورت بشعار فيكتوريس مع خوليو كارسيا حتى الآن ولا تزال الصدارة مع جود نيوز دينسون رودريغز المرشح الثاني في هذا الشوط لازال هو الذي يقود السباق من بدء الانطلاق المركز الثاني تتواجد كامبولينا مع روزي جيسب بينما ري تورت مع خوليو كارسيا في المركز الثالث لا تزال الصدارة حتى الآن مع أيضا جود نيوز الحائز على المركز الثاني في الأسبوع الماضي في مسافة الألفين متر بينما كامبولينا في المركز الثاني مع الفارس روزي جيسب التي تبحث عن ثاني انتصاراتها في هذه الأمسية المركز الثالث ري تورت بشعار فيكتوريس الفاس في الأسبوع الماضي في مسافة الألفين متر هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية ولا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن مع جود نيوز بينما انطلقت كامبولينا مع الفارس روزي جيسب وتأخر لري تورت الفاس في الأسبوع الماضي هنا تختفى الصدارة من قبل كامبولينا مع الفارس روزي جيسب والمحاولات أيضا قائمة من قبل أيضا ري تورت فعلا أيها المتابعون الكرام لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصلة مع أيضا كامبولينا مع الفارس روزي جيسب وهنا لك أيضا ري تورت قادم لكن كامبولينا إلى ثالث يشواط الأمسية إذن كامبولينا هي بطلة الشوط الثالث المركز الثاني جاء به أيضا ري تورت والمركز الثالث جود نيوز موسيقى